اهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف في فقرتنا التانية في المحترف هيكون معنا الناقد الرياضي المتميز الدكتور طاري الأدور عايزين نعرف رأيه ونعرف رؤيته بالنسبة للترانسفير ماركت في أوروبا خاصة للأندية الكبيرة انطلاق الأندية أو انطلاق الدوريات الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي دكتور طاري بنرحب بك معنا اهلا وسهلا اهلا بك نورنا كل السادة مشاهدينك نورنا دكتور كنا مستنين اليوم ده يعني فارغ الصور زي ما بنقول انطلاقات الدوريات الأوروبية والمطعة والإصارة وبنتكلم على كورة ممتعة وبنتكلم على انتقالات لاعبين على مستوى الأندية الكبيرة وبأرقام خرافية عايزة أخد رأي حضرتك قبل ما نخش على الدوري الإنجليزي الصفقات الترانسفير ماركت اللي حصل في أوروبا في السيف دوت ولسه كمان في بعض الانتقالات هتتم لأن طبعا يعني نفذت الويندو مفتوحة لغاية 31 أغسطس شفت الانتقالات ازاي وشايف تأثير دوت على الأندية ازاي طبعا هي سنويا بيكون الفترة ديت هي فترة الحاسمة لانتقال صفقات كبيرة ولكن الضجة ثارت مبكرة جدا بعد انتهاء اليورو هذا الموسم وبتلت حواديد الانتقالات تنتشر في يمكن على مدى الشهر اللي فاتوا لكن المشكلة اللي خلت العالم كله يسيب كل شيء حتى بين في ذلك الدورة الانبية ويفكر فيها هي مشكلة ميسي وانتقاله من برشلونة أو انتهاء عهده مع برشلونة لأنه كان ينوي الاعتزال داخل هذا النادي اللي دخله وهو سنه يدوب 11 سنة فكان عايز يخلص حياته الكروية في برشلونة وانتقاله لأبريس سن جرمان والاستقبال الرهيب لميسي في باريس على وجه التحديد في البرك دي برينس أو حديقة الأمراء ملعب نادي باريس سن جرمان وانطلاقات الدوريات كلها يعني كان فيه أحداث كتيرة جدا ثار حواليها الجدل في الفترة اللي فاتت حول الانتقالات لكن هي المفاجأة في أن قيمة الانتقالات أصبحت حتى بالنسبة للعبين زي جرالش مثلا أنت ما تتخيلش أن السعر هيوصل لهذا الرقم على المنتقل جريس من أسترون فيلا اللي طبعا ليه المان سيتي بالزبط من 100 مليون 100 مليون طبعا المية مليون دي كتبتتقلم مثلا كريستيانو رونالدو ينتقل زمان في عزو أو ميسي أو اللعيبة التقال دول ماركو فان باستن حتى الأرقام ما كانتش بتوصل للرقم ده لكن اللعيب برضو جريلش اللعيب كويس بس مش مش فالتة يعني مش فالتة ويوصل الأرقام للميات هي دي دي اللي كانت مثيرة جدا شكرا